السلام عليكم ومحبا بكم في قناتي اليوم إن شاء الله ستكون أول وصفة في هذه القناة حبيت نبدأ معكم بحاجة حلوة نبدأ بحاجة حلوة بشكون بدايتنا حلوة إن شاء الله اليوم جبت لكم وصفة اللي تخطو شوكو بانان هذه الوصفة تبني من أفضل وصفات اللي قدرتها والناس كل تحبها جميعا يتلاوهم مقال وليس بنيها على بركة الله نبدأ إن شاء الله وش نحتاجه أول شي نبدأ بالعاجينة هو من الأفضل حلويات كامل إن نخدمه بالميزان لأن المقادة لازم تكون دقيقة ولكن الأخوات المتعدر عليها وما يكون لديها الميزان سوف نحسبت لكم كل المقدار بالمغرف أول شي نحتاجه هو في الحقيقة إنه لازم يكون 250 غرام فارينة ولكن أنا اللي هو المكون السحري في العجينة لي بني يدير فرق كبير جدا اللي هو اللوز المرحي أن تستعمل كمية قليلة جدا ولكن يعطي واحدة طعم مختلف جدا هنا استعملت 20 غرام اللوز مرحي يجب أن يكون مرحي الخير وهذا 20 غرام يعادل زوز ملاعق ليس معمرة بزافة اللوز ومدام نحتاجه 250 غرام فارينة مدام قسمتها قسمت 120 غرام اللوز و230 غرام فارينة ليس تعادل إلى 10 ملاعق كبيرة من فارينة سيكرو جلاس كل واحد وكفاش يحب الحلوة لأنه سيكون شوكو بانانة سيكون شوكو بانانة سيكون جدا لهذا سنستعمل غير 70 غرام سيكرو جلاس المدام عادل إلى 4 ملاعق كبار مملوئة سيكرو جلاس الزبدة بطبيعة الحالة سيكون نصف كمية فارينة 125 غرام يعني هذه البطة 250 غرام قسمتها عن نصف وهذه هي ونحتاجه زو الصفار زو الصفار فقط باش نلم العجين وشوية فانيلا ورشة ملحم اول شي نبدأ به انه لازم نغرب له كل المكونات الشايحة معنا نبدأ بالفارينة الزبدة 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 ربطت الصفار غير مزوج لها خدمت للفارينة الزبدة الزبدة جاءت الصفار جاءت الصفار مرتي صغيرة صغيرة حتى فانيلا من الأحسن أنها تكون لكي تبني هي الأحسن وكما كانت ستكون لكي تكون لكي تبنيها الأحسن وكما كانت ستكون لكي تبنيها مع الأول هنا هذا الزوز صفر إن شاء الله ستضم لي العجينة وتكفي وهكا أعزائي المشاهدين نضعها في ساشيان ونضعها في فرجدان لمدة ساعة على الأقل لكي تطيبوها لا يتغيشون شكلها خرجت العجينة من فرجدان هنا لم أخذتها لكي ساعة ولكن لكي نصوى الفيديو قبل أن تضعوا هنا سوف نضعها من الصغار لكن أحبت أن تضعوا واحدة كبيرة تجيكم واحدة كبيرة ونظر صغار ولكن هنا سوف نضع لكي 10 ساعة حضار سوف نرقق العجينة كثيرا ونضعها قليلا هنا سوف نطرحها كامل ولكن تقسم العجينة بالوحدة سوف نستعمل هذه الساشية على الطابر سوف يساعدني في الطرح سوف نضع نفرنا نينشا نيوالو بالقراص برق ونحاول نحلوها قليلا سوف تكون أرقيقة ونضعها في الفرن لأن الفرن يشعرت ودجاء يسخن ونطيبوهم على 180 درجة نطيبوها ملسحت كي نرى الجوانب بداوي حماره ونخرجوها لا تطور بكثيرا ونضعها كثيرا ونضعها كثيرا سوف نبسو لا يعمل بكثيرا ونحاول أنه لا يعمل بكثيرا سوف نضعها للقراص بشوكولة في قراص بشوكولة نستعمل هذه الكريمة ونحاول هذا ونضعها ونحاولها لنستعمل أوبلا ونحاولها لنحاولها ونحاولها 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 لنستعمل هذه الكريمة مع 200 غرام شوكولة كما ترونه ونضعها ونستعملها مصطق ونضعها من خلال النار ونضعها لمن Zhiv ونلبسها كما نرى واحد وجمالها والذيikka كلنا كما ركما تشاهدون هنا بدأت تزخن في هذه المرحلة نضع الشيكولات نضع الضغطة ونضعها ثم نضعها بعد أن قضيتهم من الصباح وقضيتهم من الصباح ثم نضعهم كما ركما تظهرون لم يرى الكثير من الصباح ونضعهم من الصباح شكرا ونحن قلع منaa لا اabetes واقع وشكرا سوف نقوم باقي الحبات و نلتقيه في الصحن التقديم هذا هو الشكل النهائي الذي وصفتنا اليوم سوف نقصها قدمكم لكي ترونها كيفية من الداخل كما ترونه ربطة يحشوها كثيرا و لم يجب أن تبردها على هذه القناة لا يوجد جميلة و هذا من الداخل كيفية ترونه كثيرا ترونه رائحة لا نضيف من قلتكم إن شاء الله يتكون أعجبتكم وصفة اليوم لا تنساوش تديروا اللايك و تبارتجيوا الفيديو ماكسيما بشتدعموني كم هذه أول وصفة ليا و نلتقين في وصفة جديدة إن شاء الله مع فيديو جديد باي باي